سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد لقص الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن عدوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مثعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم وأكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن سأتم فلها فإذا جاء وعد لاخنة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدوا معدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات